بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في شابتر 5 بارت وان ان كراكت الاستيك بيم بيهيفيور بنتكلم على البيهيفيور بتاع الكاميرات المحصلش فيها كراكس زي ما احنا شايفين فيه كاميرا هنا عندنا عليها يونيفورم لود نتيجة اليونيفورم لود بيبقى فيه هنا التنشن سايد هنا فيه الكومبريشن سايد طيب الشير فورس عندي بيبقى توزيعه عامل ازاي زي ما احنا شايفين ده توزيع الشير فورس دياجرام ده توزيع البندينج مومنت دياجرام يبقى المنطقة اللي في النص ديت بنسميها منطقة الزيرو شير يعني مفاهاش شير فورس طيب الشير فورس هنا بيبقى يونيفورم من السابورت الى اللود اللي هو الكنسنتريتد فبيساوي بي نفس الكلام هنا البي بتساوي بي اللي هي الرياكشن اللي موجود يبقى ده توزيع الشير فورس دياجرام اندر كونسنتريتد لود طيب هنا الكاميرا ديت ممكن يحصل فيها الكراكس الكراكس ديت بتبقى موجودة في منطقة الفلكشر زي ما احنا شايفين ده لو انا عندي كاميرا الكاميرا ديت كونتينيواز بيبقى فيه مومنت عند السابورت فيه مومنت بين السابورت وبالتالي بيبقى فيه كراكس زي ما احنا شايفين طيب توزيع الشير سترس على كروس سيكشن ابعاده بي والديبس دي ده توزيع السترين ده توزيع السترس الشير سترس بيساوي في في كيو على اي في بي هنعرف المعاملات ديت الاي اللي هي بي اتش تكعيب على اتناشر ده المومنت اف انيرشا لكيو ماكس بتساوي بي في اتش على اتنين مضروبة في اتش على اربع يبقى الخلاصة عندنا بي اتش سكوير على تمانية التاو ماكس بتساوي تلاتة على اتنين مضروبة في الفي على بي في اتش بتساوي واحد ونص تاو افرش ده كروس سيكشن بالابعاد بتاعته دي الصورة او توزيع الشير سترس على الكروس سيكشن بناء على المعادلة المستخدمة لها معادلة التاو طب عندنا هنا اربع حالات في حالة الريكتانجولار سيكشن لما يبقى في تنشن ستيل يبقى ده توزيع الشير سترس نفس الكلام لو انا عندي ريكتانجولار سيكشن في تنشن ستيل وكمبريشن ستيل بنلاقي التوزيع عندي بقى توبارابولا ادي الجزء ده لغاية الكمبريشن ستيل وادي الجزء التاني لغاية لما توصل التنشن ستيل طب في حالة التي سيكشن بيبقى ده توزيع الشير سترس طب لو فيه كومبريشن ستيل بيبقى عندنا ادي فيه جزء اتنين ثلاثة يبقى دي تلاربع حالات اللي هي ممكن تقابلنا اثناء حساب الشير سترس ترجمة نانسي قنقر